سنة وثلاثة أشهر مرت على اختطاف اللبنانيين في أعزاز فأثناء عودة بوصين واحد يعود لحملة بدر الكبرى والثاني لحملة الصدر من إيران عبر الأراضي التركية مرورا بالأراضي السورية تعرض لعملية خطف على أيدي مجموعة عرفت لاحقا أنها مجموعة معارضة للنظام تعرف باسم لواء عاصفة الشمال وهو اللواء المسيطر على منطقة أعزاز ومعبر السلام الحدودي بسرعة تحركت أكثر من جهة لبنانية أبرزها الرئيس سعد الحريري لإعادة اللبنانيين إلى عائلاتهم والقضاء على الفتنة التي تحضر للبنان وبعد ثلاثة أيام انتشرت معلومات عن نجاح المساعي التي يقودها الرئيس الحريري وفيما كانت الضاحية الجنوبية تحتفل أطل أمين عام حزب الله السيد حسن نصر الله عبر شاشة عملاقة من بنت جبال ليشكر القيادة السورية والرئيس السوري بشار الأسد على الإسهام في حل قضية المخطفين فتوقفت عملية الإفراج عن اللبنانيين دون معرفة الأسباب بقي المخطفون ضيوفا عند أبو إبراهيم التي تحول نجما إعلاميا واستمرت المفاوضات التي كانت تتعثر في كل مرة لأسباب مختلفة إلا أن معطن جديدا دخل على المعادلة فقد أعلن في 13 أب عن اختطاف اللبناني حسن المقداد في سوريا وعلى وقع عمليات الاختطاف التي قام بها ما سمي بالجناح العسكري لأل المقداد انتشر خبر مقتل اللبنانيين المخطفين بعد قصف نظام الأسد الجوي لمدينة إعزاز خرج أبو إبراهيم ليعلن مقتل أربعة لبنانيين ثم عاد وأكد أن جميع اللبنانيين بخير أعادت المفاوضات برعاية تركية وأسفرت عن الإفراج عن حسين عمر وبعد شهر تماما أطلق سراح إبراهيم عوض أعلن بعدها أبو إبراهيم أن باب التفاوض أقفل وفي المرحلة الأخيرة تم الاتفاق على صفقة يقوم بموجبها النظام السوري بالإفراج عن عدد من المعتقلات الموجودات في سجونه مقابل الإفراج عن اللبنانيين وكانت الأمور تسير بإيجابية إلا أن معلومات تدولتها وسائل الإعلام عن وجود عراقيل جديدة لحل هذا الملف واليوم وبعد حدثة خطف التركيين دخلت القضية في مرحلة جديدة لا تعرف نتائجها